بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين أرجوكم هذه الحلقة فيها رسائل مهمة جدا جدا الله يرضالي عليكم أنا أمس يعني سويت حلقة نعم الحلقة فيها شماتة برئيس أوكرانيا وفيها بعض الفيديوهات الكوميدية من باب الاستهزاء بهذا الأرقوز الصهيوني الذي استهزأ وشمت وأيد ودعم قتل إخواننا في غزة طبعا كالعادة يطلعون أصحاب الدين الكيوت النعمين اللي للأسف إحنا كمسلمين نستحي أنا كمسلم أستحي إن هذول يقولون عن نفسهم مسلمين وأنا ما لومهم لأن فعلا إحنا من خمسين سنة والإعلام قاعد يسوي لنا غسيل مخ ابتعدوا عن الجهاد ابتعدوا عن القتال ابتعدوا عن العزة ابتعدوا عن الرجولة إذا شنسوي منبطحين منسلخين مخنثين أب شب ولا كلمة اسكت ولا كلمة تسامح تعايش اضحكوا علينا بهذه الشعارات المزيفة البعيدة كل البعد عن ديننا الإسلامي أرجوك أرجوك أخوي المسلم أنك أنت تركز على هذه الحلقة أبوجه ثلاث رسائل رقم واحد للمطبعين يعني في واحد لما يشوف حلقة أمس يفكر أني أنا مسوي الحلقة أبي أضحككم وضحكك لا يا حبيبي لابد أن نحن نفهم الرسائل اللي أنا أوجهها من وراء حلقة أمس أهم 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 رسالة للمطبعين المتصهينين العرب اللي تابعني يا إخواني الأفاضل دائما إيش أقول اللي يضع يده في يد الصهاينة لابد أن يده تحترق هذا الكلام أنا كنت دائما أقوله إذا كان هذا صهيوني مثلهم هذا زنينسكي ولا ما أعرف إيش اسمه صهيوني مثلهم ومع ذلك عطوه بالكندر على راسع اخدروا فيه تخلوا عنه فما بالك أنت يا اللي طبعت ما بالكم أنتو الدول العربية اللي طبعت والله لن تجدوا من وراء أنكم أنتو وضعتوا أيديكم بأيدي الصهاينة إلا الغدر والله الغدر إذا الله قال الله قال في القرآن أنهم قوم غدارين ينقذون العهود ينقذون المواثيق قتلوا الأنبياء مشاكل مع سيدنا موسى عليه السلام الشعب ما وراه إلا المشاكل غدروا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم طعنوا في ظهره حاولوا يختالونه كل هذا نسيتوه هجايين تحطون يدكم بيد الصهاينة الآن أنا من خلال حلقة أمس عطيتكم مثال واقعي وحي وحالي ومعاصر الآن في غدر الصهاينة مش فيكم أنتو يا مسلمين في غدر وطعن الصهاينة في واحد أخوهم صهيوني مثلهم يهودي مثلهم أنت ما يا إماراتي ويا بحريني ويا مصري ويا سوداني ويا مغربي ويا أردني ويا دول المطبعة ويا مصري ما تبون يغدرون فيكم والله لن تجدوا من ورهم إلا الخسران إلا الخسران إذا هذول تخلوا عنه أنت تفكر أنه بيطرشون لك صاروخ ولا بيطرشون لك طيارات تتحارب معاك ولا حكومة المغرب اللي وقعت اتفاقية عسكرية والله بالعكس الصهاينة في قلوبهم إيش يبيدونكم ويسيطرون عليكم هذا واحد منهم وفيهم وتخلوا عنه وللأسف يطلعون لك بعض الناس وانت تبعوا وهذه حرب افهم الرسالة اللي أنا بوصلها افهموا الرسالة اللي أنا أخوكم يبيوصلها الرسالة للمطبعين الصهاين المتصاينين العرب هذول ما وراهم إلا الغدر هذه الرسالة الأولى أخوان الأفاضل اللي لابدوا أنها توصل الرسالة الثانية كثير من التعليقات أنا قرأتها وللأسف أنا أقول لكم ترى في بعض الناس يقول لك والله انت لا ترد عليهم لا يا أخي أنا ما أرد عليه ولا تهز شعره فيني لكن لابدوا أننا مثل ما سووا غسيل المخ لكثير من المسلمين لابدوا أننا ننظف هذه العقول وترجع إلى صوابها اللي يقول لك أنت تشمت يا أخي هذه حرب وليش والآن إحنا كمسلمين نعم لا نرضى بقتل الأبرياء ولا نرضى بقتل الأطفال مهما كانت ديانته ومهما كانت انتماءاته ولا نرضى بقتل النساء ولا نرضى بأشياء عديدة دين الحمد لله دين الرحمة ودين السلام لكن لابد دنيانا أشمت على هذا النجس رئيس أوكرانيا ليش لأنه شمت على مسلميننا أنا بس لك سؤال يا صاحب الدين الكيوت أنا بس لك سؤال يا اللي حطيت تعليق وقلت يا عبد العز لا تشمت وهذه ليست أخلاق المسلمين سبحان الله لما القتل يكون فينا إحنا المسلمين ما نشوف واحد فيكم يطلع لما ربعنا وأهلنا وتاج راسنا في العراق يموتون يقتلون يقصفون لما المسلمين يقصفون في أفغانستان لما المسلمين يقصفون في غزة وفي اليمن وفي جميع الدول لما يقصف المسلم وأخواننا في سوريا حرقوا أخواني ما شفتك أنت طلعت ما شفتك أنت تكلمت ما شفت أنك أنت قلبك عورك أحين أنا لما أشمت على واحد صهيوني شمت على أهلنا في غزة طالح حضرتك تتكلم الآن بانت رجولتك طلعت عضلاتك قوت علي أنا قاتل الله النفاق المسلمين يبادون ويقتلون ما شفتك حطيت تعليق على آلاف المسلمين إبادات جماعية في الإيغور إبادات جماعية ضد المسلمين في بورمة إبادات جماعية في البوسنة ما شفتك تكلمت لكن لما أنا شمت على هذا اللي أقول لكم أعطيكم المبرر اللي أيد ودعم وشمت على قتل غزة المسلمين شهداء بدأنا الله سبحان الله جاي حضرتك تتكلم إيش النعومة والنفاق اللي فيك وين عقيدة الولاء والبراء شمعته لا تشمت لا يعني هو حلال سبحان الله المسلمين يقتنون حلل وحلل وحلال لما صارت حرب عندهم آه شباته ليس من أخلاق المسلمين ليس من أخلاق المسلمين يا منافق أنك خيط حلجك لما يقتل مسلمين فهم ولا لا تعرفون دينكم ولا لا الأمة هذه ما ضاعت إلا من أشكالكم الدين الكيوت وأنا بعطيكم مثال بعطيكم مثال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في خزوة بدر معروفة خزوة بدر أن المسلمين انتصروا بنصر من عند الله سبحانه وتعالى بعد ما انتهت الغزوة قتل المشركين صناديد قريش أكبر أعداء للإسلام والمسلمين وللرسول محمد صلى الله عليه وسلم ومن ضمنهم أبو جهل أكبر عدو للرسول محمد صلى الله عليه وسلم ومن ضمن أبي أبي أبن خلاف والخمة قتل قريش أيش سوا فيهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عشان أنا أبين لكم عزة الإسلام أبين لكم كيف أننا مع أعداء الله ورسوله لابد أننا نكون أعزاء ما نكون كيوت ونعمين أمر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا تقريبا 25 شخص على ما أذكر واللي عرف تباصيل القصة يكتبها تحت أمر برماء أن يرمون في القليب في قليب قليب يعني إيش بئر مهجورة بئر مهجورة وعميقة أمر أن يرمون مثل الأكلاب مثل الأكلاب أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن جثثهم ترمى في هذه القليب وين تعال تعال أنت قل لي وين الإنسانية إنسانية لا يا رسول الله أنت قاسي 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 هذول آذوا الرسول عذبوا قتلوا أم عمار بن ياسر أمامه قتلوا أبو عمار بن ياسر عذبوا بلالهم رباح بهدلوا المسلمين ما خلوا أي طريقة إلا وآذوا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وحاربوه وطردوهم ونهبوا مالهم وديارهم ويا يحرضك الآن تقول والله كيوت كيوت في عهدك حسبي الله نعم الوكيل فأمر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بيرميهم في قليب وإش صار بعدين مر عليهم الرسول ونادى وكلمهم وهم موته تحت إيش قال يا أهل القليب شوفوا كلام العزة كلام الرسول اللي هو إيش الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أطيب البشر وأحن البشر طيب حنون رحيم ولكن حازم وشديد على الكفار تعرفون دينكم ولا لا لاتخلون يعصب زيادة الواحد تعب مع التخلف اللي عايشين فيه إيش قال الرسول يا أهل القليب بئس شوفوا الكلام بئس عشيرة النبي كنتم شوفوا الكلام اللي في عزة ما قال لا تشمت لا تشمت لا تشمت يعني هم يعذبون طول هل سنين حادي عندكم يا منافقين وإحنا الآن لما بسنا بنشوف ريحة نصر تستحرمون علينا فإيش قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يا أهل القليب بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس أنت أهلي أنت قبيلتي أنت عشيرتي المفروض تكون وياي كذبتموني وصدقني الناس وأخرجتموني وأهواني الناس تردتوني من منديرتي وأهواني الناس شوفوا الكلام وقاتلتموني ونصر الناس أنتوا تقاتلتوني والناس أنصروني هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني قد وجدتم ما وعدني ربي حقا يلا خلوا الأصنام تنفعكم أنا حصلت النصر اللي يالله سبحانه وتعالى وعدنيه شوفوا الكلام ما قال الرسول عيب عيب لا شو مات شو مات علموا دينكم يا أخي حسبي الله نعم الوكيل يعني أنتوا أنتوا ما شفتوا المذابح اللي سووها الروس والأمريكان في المسلمين عشرات الألاف القتلى في العراق عشرات الألاف القتلى في سوريا وفي أفغانستا وفي شا أقول لكم ولا شا أقول لكم وي وي واحد يتكلم بجهل جاهل يقول لها عبد العزي يا أخي أنت ليه لا 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 ليس من أخلاق المسلمين خلق خلق هامبرغر هامبرغر يا حبيبي روح روح كلك هامبرغر وكثر كتشب والماينيز سمحوا لي أخواني الأفاضل يعني شوي يعني الواحد تعب كذلك الرسالة الثالثة وأختم الحلقة رسالة لبعض المسلمين يعني في واحد أيضا يقول لك أنا أنا جزائري من ضمن التعليقات ولا أقصد أهل الجزائر ولا أتكلم عنه ولكن أنا أقرأ لكم أنا جزائري وقلبي ودعائي مع الروس وبوتن أويك واحد يقول لك أنا عراقي وقلبي ودعائي مع بوتن ليش يا أخي لأن الأمريكان يقصفون ويجيك سوري أنا قلبي ودعائي مع الأمريكان ليش يأيبا تدعي الأمريكان لأن الروس قصفونا أنا معكم مش ضد هذا الكلام ولكن لا تدعي للكافر عقيدة أذكركم أخواني أرجوكم أذكركم بعقيدة الولاء والبراء لأن طالعين ناس الآن مسلمين يا رب ينصر بوتن ما يصير يا أخي تدعو بوتن عدوك وبايدن عدوك روسيا عدوك وأمريكا عدوك وربع كلهم أعدائنا ولكن أنا أعلمكم شيء لا يجوز شرعا أرجوكم ولا أنك أنت تقول أنا بروح بحارب هذو الكفار مع بعض أنت شدخلك أنا ما أكلمكم كلام عبد العزيز هذا كلام شرع الله يا ناس لا يجوز أنك أنت تدعو لمين للظالم لا تدعو للكافر لا تدعو لمن قتل المسلمين أرجوكم أفهم يا ناس هل في مصايب قاعد تحدث الآن في هذه الحرب طيب يا عبد العزيز لا ادعي عليه بوتن دمر سوريا ادعي عليه أمريكا دمرت العراق ادعي عليه ادعي على الظالم لكن لا تدعو لكافر ضد كافر لأن هذه عقيدة ولاء وبراء أخوي لأن هذا قد تدعي إلى يوم من الأيام راح يقتلك كلهم أعدائنا كلهم أعدائنا أرجوكم هذه نقطة ضرورية لا تدعون للكفاء لا تدعو لشخص على شخص ولكن يا رب دمرهم في بعض يا رب يعني يعني قدر ما هو خير للمسلمين هذا الدعاء الصحيح يا رب قدر ما فيه خير للمسلمين يا رب مثلاً أنت سوري يا رب انتقم من بوتن ومن سوريا يا رب انتقم من أمريكان يا رب دمر أعداء المسلمين هذه الأدعية الصحية لكن يا رب انصر بوتن يا رب انصر جو بايدن يا ما يسير يا أخي أنت إنسان مسلم الله يرضال عليكم هذا خطأ 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 شنيع 14 دقيقة وطولت أخواني الأفاضل لكن فعلاً هذا هذه هذه دروس لابد أن نحن نتعلمها أن تعلم أخواني الأفاضل عقيدة الولاء والبراء الإنسان اللي طول حياته يقتل في المسلمين ما تبيني أفرح تقوى الله سبحانه وتعالى فأرجو أن الرسالة تكون وصالت وحتى يا رب تنشرون هذه الحلقة من باب أن كثير من الناس تفهم دينها الحقيقي تعبت والله أدعو لأخوكم والله حصبت فائد أتمنى الرسالة تكون وصالت ترجمة نانسي قنقر